قدم له والده ساعة يد كهدية فقام بتفكيكها وإعادة تجميعها لاكتشاف ما في داخلها وطريقة تصنيعها ولد هينري فورد في عائلة تعمل في مجال الزراعة لكنه كان شغوفاً بعالم الصناعة مما جعله يسافر إلى مدينة ديترويد ليعمل هناك فترة متدرباً ميكانيكياً عامل بعدها هينري في ويستنهاوس إلكتريك قبل الانتقال إلى شركة إديسون للكهرباء دعمه توماس إديسون لإنشاء عربة جديدة ذات أربع عجلات ونجح في صناعة أول سيارة مزودة بمحرك بقوة أربعة أحصنة أسس شركته الخاصة للسيارات فورد موتور التي تقدم السيارات بأسعار مناسبة للطبقة الوسطى كي لا تكون حكراً على الطبقة الغنية فقط وكانت سيارة القرن التي حملت مع مادل تي للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today